نشوف الفيديو اللي بعد كده برضو في نفس القصة ونفس الموضوع والتناول الاعلامي وبنعمل من الحبة اوبة زي ما قلت نروح نشوف الفيديو تنفضل اه اجد اه ده بسبب كوع وليد اه اجد سمعني هشام انت حاسس ان كان مقصودة ولا كانت يعني عفوية انا اجد الكرة اللي هو الكوع وليد والله كنت انا مش عارف والله والله انا مش عارف هو عمل كده ليه بعدين انا بقول له انت ضربتيني لك كده بيقول لي انت لس اطبير التاني اه قالك ايه انت لس اطبير التاني بجد والله العظيم ايشام قالك كده اه اكي يعني انت بتقوله انت ليه ضربتيني كده قالك انت لس هتضرب تاني اه اكي اه بيقول لانت تضربتني بيقول لي انا انا ما ضربتك وجه اطبير طب انت قدر تكامل ازاي ايشام بعد اللي انا مش عارف اكي انا الحد لاتي مش عارف انا ستضر لعاص عمش فاكل اي عاجب اي عاجب كده ادي التويد الكلام هشام شحاته لعب الاتحاد السكندري مرة تانية وثالثة ومليون الف سلامة لان ما بنقبلش لأي لعب يبقى في حاجة صعبة في اصابة لان ده اكل عيش وانا قلتلكم المهنة الوحيدة الليك عدد سنين بس بتلعبها هي كرة القدم بس انا استوقفني حاجة النهاردة وهتكلم بمنتهى الصراحة عمل اشاعة ونبعط له كاميرات والكلام ده وكله زي الفل من حقه ولعب انا انا على المستوى الشخصي بحبه جدا وقال لك وليد قال لي كذا ومش عارف ايه ما احنا لعيبة في الاول وفي الاخر زمال ده في الاتحاد ده في الاهلي ده في الاسماعيلي علينا اللي احنا نوصل رسالة اللي احنا بنحترم بعض يعني السنة اللي فاتت كان فيه كارسة احد اللاعبين دخل وديد براح جاي قال له في زين تلاتة عشان شاكت صعبة جدا في الاعلام اللي مش قادر يعبر عن اللي جواه اقول كل حاجة لكن فيه جمل بتبقى صعبة جدا ده وليد قال لي كذا 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 طب ملعبت الاهلي بتقلهم كل حاجة او وليد كمان من الاساس الاهلي كذبان حيقول كده ليه انا شفت انا كنت في الملعب وشفت منظر انا عجبني الجهاز الفاني الاتحاد كان نازل وزعلان في اللقطة بتاعت الشامشة حتى وليد سليمان رحلهم وعمل بيقول ما اقصدش اكتر من اربع مرات عادة انا كنت في المباراة وشفت الواقعة فبالتالي الغضب اللي كان عند جهاز الاتحاد السكنداري هدي والناس لما شافت الرجل قال انا مقصدش انا بعتذر مقصدش اكتر من مر فبالتالي الناس هديت وانا بصراحة انا ليا سؤالين بمنطقة الصراحة عارفيني عن ايه كسر في الجمجمة انا مش بكذب حد ولا اقدر اكذب حد للامانة لكن استفسار اعلان بيروح وبيتكلم ومش عارف ايه وبتاع ونتكلم في مواضيع ونديها واللعاب ده يشيل من ده والجمهور ده يشيل من ده ده مليش علاقة بيه الاستفسارين اللي انا عايز اعرفهم الراجل من مباراة حمال بيكتب على الفيسبوك ونزل خبر الحمد لله ناسليم والحمد لله مفيش حاجة واشكر الحج محمد مسلحي واشكر الدكتور عمر الاشلم دكتور الاتحاد السكنداري واشكر كل زمالي اللي سألوا عليا وانا الحمد لله بطمينكم مفيش اي حاجة ده موجود على صفحة هشام شحاته هو اللي منزله بقديه طيب عمل مداخلة وهو في المستشفى وكتب على الفيسبوك واستقبل مكلمات من كل الناس وقاعد بيكتب كل حاجة ومن لعبته زي ما هو قال شرخ في الجمجمة ده بتبقى بتعافي عن ايه شرخ في الجمجمة؟ يعني انا مش هادر اتكلم حد وبعدين شرخ في انا مش عايزة كدب حد برضو مرة تانية بس انا بتساءل زي اي حد ممكن عنده دماغه بيفكر طيب انا كسر في الجمجمة زي محمد حليمة مبل كده الراجل عمل عملية خطيرة وبسرعة وبتاع او شرخ في الجمجمة طيب از ما انا كملت ده كملت اكتر من عشر دقايق وده اللي قاله وليد سليمان في الكلام اللي قال بعيد بقى انا متفق او مختلف الوليد يصرح للسقود بيبقى افضل ولكن الغريب هنا اللي كملت المباراة وعندي شرخ انا بتكلم بالمنطق وبالعقل لكن عرضنا الاشعاعات عشان محدش يقول حاجة او 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 انا كلمت الدكتور النهاردة برضو عشان افهم قلتلكوا كل حاجة قال لي الشرخ في الجمجمة ده ليه مستويات كتير او قال لي حاجة فيها او او حاجة اسمها الشرخ الخطي ده شقة عند الاطفال لما بيقوا على دماغهم وده حاجة متعرف عليها يعني واعراضه عدم التزان او مش عارف فقدان الوعي ده ده اللي قالهن ما سألنا لكن اكمل مباراة وانا عندي كسر في الجمجمة مرة تانية الف سلامة لوليد سليمان الف سلامة لهشام شحاتة لكن من وجهة نظري مستقبل اللاعبي لازم نخاف على بعض ونخلي بالنا في القوار المشتركة لكن ده موجود في كرة القدم موسيقى